أبرمت الهيئة العامة للبيئة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية عقدة مشروعة لإدارة المتكاملة لتنمية سواحل البلاد والذي ينص بوضع وتنفيذ خطة وطنية لإدارة البيئة البحرية وإدارة المناطق الساحلية وعلى همشي توقيعه العقدة قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الحمود إن المشروع يعتبر جزءا من مشاريع الخطة الإنمائية للدولة بهدف وضع خطة وطنية تحافظ على المناطق الساحلية في البلاد وتحميها كما أوضح أن مدة التعاقد ستستغرق أكثر من عام حتى يتم تحديد برنامج الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية هذا إن شاء الله سيستمر لأكثر من سنة دراسة كاملة لسواحل الكويت وعند الانتهاء مننا إن شاء الله سوف نتأخذ إجراءاتنا المناسبة حيال النقاط التي تطلع تعاون بيننا يعتبر شيء جميل وكذلك مهم جدا من نسبة لنا لأن في المعهد عندنا قطاع البيئة جدا نشيط وله قدرات في تقديم الاستشارات البيئية وعمل مشاريع لها علاقة في البيئة